وده يمكن شوفنا ان حكاسك بشكل كبير قوي في مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السنة طبعا دي كانت مسابقة جنن وشوفناها طبعا في معرض الكتاب فعلا والحقيقة انه خليني اتنقل معاك بسرعة لموضوع معرض الكتاب وطبعا معرض الكتاب اكيد كوذارة ثقافة بيعد واحد من اهم الاحداث الثقافية بالنسبة لكم فعلا ومعرض الكتاب الحقيقة انه التطور اللي حصل فيه على جميع المستويات من تغيير مكانه من تنظيمه من التحول الرقمي من تسهيلاته والتأسيراته اللي حصلت بالحقيقة ده كان بالنسبة لنا احنا كمان لاننا متابعينه خطوة بخطوة كان الحقيقة يعني شيء نفخر به كمصري يعني النقل حضارية احنا يعني ما نقدرش ننسى اللي كان بيحصل قبل كده في موقعه القديم في مانينة نصر كان دايما معانا منشط سنوي الأمطار تقريق معرض الكتاب قبل ما يتم نقله لمقره الجديد في التجمع الخامس في أرض المعارض منظر الحضاري الرائع طبعا التنظيم كل حاجة تبقى فوق رائعة فعلا والسنة دي حققنا رقم قياسي حققنا اكتر من 4 مليون زائر ده رقم غير مسبوق طوال 55 دورة السابقة من معرض القاهرة الدولي للكتاب ده ندل على شيء يفيدل أن الناس متعطشة للثقافة أن الكتاب الورقي لسه لي حظوظه وأن الشباب المصري والأسرة المصرية بتحرص على الثقافة والتعليم وأن يكون الكتاب هو جزء رئيسي من يومهم ويوم أبنائهم وبيأكد كمان على الريادة المصرية بيأكد كمان على القيادة المصرية الوعية المثقفة اللي دايما دايما بتكون لها الأولوية وأن هي تبتدي لأنه النهاردة معرض الكتاب احنا مش بس مصريين اللي بنشوفه فيه احنا بنشوف من جميع الوطن العربي احنا بنشوف من كل البلد احنا بنشوف حتى الأجانب المقامين في مصر وخارج مصر ما بيفاوتوش هذا الحدث انه هم يروحوا ويحضروا ويشتروا ويشوفوا ويحضروا كل الندوات اللي موجودة فاحنا مش بس بنتكلم عن المصريين احنا كمان بنتكلم عن انه احنا قد ايه لينا الريادة في العالم الثقافي العربي ككتاب كناشرين كصناع الاستقافة فعلا يظل معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أهم معرض في المنطقة العربية وإن لم يكن من أهم المعارض على مستوى العالم بما فيه من فاعليات من ندوات من مثقفين من رموز من قوتنا النعمة المؤسرة داخل وخارج مصر وستظل وده يمكن احد المحاول الرئيسية اللي بتعمل عليها وزارة الثقافة فكرة الريادة الثقافية ان مصر قد ايه مؤسرة وقد ايه لازم نحافظ على هذه الريادة الثقافية في مصر والوطن العربي طبعا ترجمة نانسي قنقر